وأيضاً إن شاء الله دعمين لأي حد يكون موجود بقى سواء سوارش بقى موجود كمل ما كملش ودي جزء مهم بقى بما أننا سنتكلم على سوارش لأنه طبعاً فيه ناس كتير جداً بتقيم الراجل بعد 14 ماتش تقريباً لو حسبنا ماتش بتروجيت الأولاني خالص في بطوة الكاسل انتهى بنتيجة 2-0 ففيه ناس أكيد بتقيم حقهم جداً جداً أنهم يقيموا سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي الجانب السلبي أكتر من الكلب منتقل وضوحي يعني فيه ناس كتير جداً تقول لك لا سوارش مش هو ده بتاع النادي لا لكن يا جماعة لازم نبقى شايفين الظروف اللي بيشتغل فيها المدر هتقول لي أنت لازم حتطلع تدافع عن الراجل ولازم حتطلع مش عارف إيه وكل من ده أنا مش بدافع أولاً أنا مش بدافع أما ينفعش أقول على الصح غلط وعلى الغلط صح يبقى مش عايب عندي مصدقية خالص وديك دليل أكبر عني مش طالع أن أنا مجرد أدافع وخلاص على الراجل أنا مش بدافع عنه أولاً لكن تاني حاجة أنا عايز بس أوجه له رسالة أوجه لسوارش رسالة إحنا على مدار المبارات كلها اللي فات التقريبية مطشين بس اللي دخل فيهم أهداف في مرمانة مطش الزمالك في الكاس ومطش بيرامدز في الدوري من ساعة من الراجل ده جه في معادة ذلك ما دخلش فينا أهداف خالص دي حاجة إيجابية طبعاً حاجة إيجابية طبعاً حاجة مميزة لكن بأمل ودي رسالتي لسوارش لو هو ده التفكير الأساسي أو هي دي فلسفتك الأساسية مع النادي الأهل إن إحنا ما يخشش فينا أهداف ويكون ده على حساب الجانب الهجومي في اعتقاد الشخصي كده هيبقى فيه يعني صعوبات خلينا حاول أنطقي المصطلحات يعني هيبقى فيه صعوبات بالنسبة للأهل في الموسم الجديد لكن برضه لما برجع الكلام اللي بقوله ده ما ما فيش مدر مش عايز جيب أهداف لكن عشان نبقى وقعين ممكن تكون الظروف هي اللي مخلية الراجل بيشتغل بالسلوب ده أو بالفكر ده أو بالفلسفة دي في الفترة الحالية من الورد جد تقدر تقايم إزاي أنا بصراحة ممكن يكون بلاش أتكلم في حتة التقييم خلي الناس إيه اللي قايم إيه اللي جابوه الناس مسؤولين في النادي الأهلي هم عارفين جايبين الراجل ده ليه بإيه فلسفته استراتيجيته حيديف للأهلي إيه خلال الفترة اللي جاي كلام من ده فهما اللي يقدروا قايمه ده الوقت لأن هم عارفين أسباب التعاقد معاه بغير كده لأ طبعا أي حد ليه حق أنه هو يحلل ويشوف أداء الراجل وكلام من ده أنا أستطفق نفسه اختلف ده طبيعي لكن مؤكد أنه لازم سوارش يكون فيه شغل كبير جدا على الجانب الهجومي والفعالية الهجومية للنادي الأهلي لأن الأهلي دايما نادي بطلاط الأهلي دايما عايز يكسب كل مطش الخلين شيد ده حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا وبالمناسبة إحنا كجمهور للنادي الأهلي فيه فترات كنا بنعاني نقول إحنا جماعة بنجيب جوان كتير بس بيخش فينا أهداف لا إحنا مش عايزين نخش فينا أهداف كويس ما بيدخلش فينا أهداف فيه منظومة دفاعية بتشتغل بشكل كويس وحفظ حاجات كتير جدا أنت مركزات كلام من ده في الجانب الدفاعي فدي حاجة بالمناسبة تحصل لجهاز فني لكن في الأهلي في الأهلي الأهم من أنك تدافع أنك تهاجل أنك تجيب أهداف هو ده الأهم تقدر تقول أن الرجل هي دي فلسفته الأساسية لو دي فلسفته الأساسية وأنا أشك هيبقى فيه مشاكل كبير بالنسبة لنا لو أو بالنسبة للفرقة لو مش دي فلسفته الأساسية وده اللي أنا بعتقده جدا جدا تمام؟ يبقى إن شاء الله بإذن الله مسم جديد بالقايمة كاملة بالعناصر الأساسية اللي هترجع بعد الراحة المميزة والمهمة جدا من نسبة لهم بعناصر قليلة من الشباب اللي ممكن تدعم الفريق بالتدعمات يبقى حنشوف شكل مختلف تماما نتمنى أنه هو يكون فيه توازن في المظهر اللي هيظهر عليه النادي الأهلي مسم جديد ما بين الدفاع والهجوم ويبقى الجانب الهجومي بالنسبة لنا غالب شوية لأنه هو ده الأهلي اللي عايز ياخد بطولات لازم يجيب أهداف كتير فهي دي رسالت لسوارش بس مش قادر قايمه بصراحة مش قادر لكن خلينا ننتظر ونشوف الأمور هتمشي إزاي خلال المرحلة اللي جاية وكل الدعم والمسان دليل كل الدعم والمسان دليل وبالمناسبة بالمناسبة يا جماعة برضه عشان دي جوسئية مهمة قبل ما طلع فاصل يعني يعزوه رود إحنا لما كان عندنا الراجل المسلماني تمام؟ بياخد بطولات بيكسب بيجيب إنجازات أدي كده كان بيتقطع كان بيتقطع عشان برضه تخلوا بالكم من الجزئية دي وانا عارف ان انتوا باخدين بالكم كويس قوي الراجل كان بيتقطع وهو بيكسب أربعة وبيكسب خمسة وبيكسب تلاتة وكل الكلام منت وفي كاس العالم بيكسب الهلال أربعة وكل الحاجات دي وبرده كان بيتقطع دلوقتي ممكن تلاقي كلام تاني قولك لا ما تستعجلش على سوارش أصلا ما تقيموش ممكن يكون كما انتكب المنازم لكن طالما المسلماني كان بيجيب ألقابه وبيتقطع ده كان بيحصل معا كده ما بالك سوارش الجاي في مرحلة صعبة جدا لازم حيتقطع ولازم حينتقد ولازم كلام من ده فخلينا احنا ايه صبرين شوية لأن من الوارد جدا يطلع الراجل ده في الآخر مدرب كبير جدا من الوارد والله ده المطشاطة اللي هتثبته أداء ولا هتثبته وتصرحته نفسه يعني كلها تلمحات في الجانب ده فإن شاء الله بإذن الله المساندة كلها للمنظومة بالكامل وإن شاء الله بإذن الله مؤكد تاني وتالت وعشر مؤكد والله العظيم بإذن الله تعالى حنشوف الأهلي بشكل تاني خالص 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 الموسم الجديد